السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشعد الله وأوقاتكم يا أهل الخير هذه ملاحظة لا أستطيع أن أقول أنها فرضية أو نظرية إنما ملاحظة ولا ليس عندي أدلة علمية عليها ولكن ربما تفيد أنا لاحظت أن إرهاق الحلق والحنجرة بشكل عام يسهل إصابة الإنسان بالإنتانات التنفسية يعني التهاب وربما يكون له دور في إصابة بعض الناس إصابة شديدة الذين يتكلمون كثيرا والذين يرفعون صوتهم بالكلام أنا كذلك أرفع صوتي لكن بالمترة الأخيرة صرت خاف صرت إضطر أن أخفت صوتي فيا إخوتي يا أحبتي حاولوا قدر الإمكان أن تتكلموا الأقل ولا ترفع صوتك أنتوا عن تحكي نصيحة اللي بيحكي كتير اللي بيحكي كتير بتعب حلقه تجي الإصابة أسهل أنه يصاب فيها وإصابته تكون أصعب والله أعلم هذه كما قلت ملاحظة ليس عندي أدلة عليها الأمر الآخر أن كثير من الذين أصيبوا من أخوتنا أخبروني أخبرني أنهم خلال الإصابة بالكورونا في فترة من الفترات بيحسوا أن الذاكرة تبحن قريبة تأثرت يعني سيكون مثلا عميق صورة حافظها فجأة آخرها بينسا لعلكم تفلحون لعلكم تتقون بس طيب ترجع والله أعلم هذا سببه يا إخوتي والله أعلم سببه نقص في التركيز لما الالتهاب بشكل عام وخصا الالتهاب الطرق التنفسية العلوية وبالأخص الالتهاب الجيوب يؤثر على التركيز تلاقي إنسان ما عنده قدرة على التركيز فتكون تأثيرها على ما يسمى بالذاكرة القريبة جدا وميد البار منه والله تعالى أعلم مجرد نصيحة لوجه الله الله يرضى عليكم الله يحميكم أعيذكم بكلمات الله التامة من شارف فيروس الكورونا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا